السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكونستركشن كاد وبيم داتا استورج فورمات دي اهم البرامج اللي احنا بنشتغل بها وبدأ يعمل لنا مقارنة قوية جدا هبسيب لكم الرابط الجميل ان الشركة اللي عاملة هي مش شركة منتجة لأحد البرامج دولي فنبدأ ناخد كلامها الى حد كبير بشكل سكه يعني ممكن تلاقي شركة عاملة منتج ضعيف لكن هي عملت مقارنة واعتمدت على نقطة القوائجية فيها قوة شوية وبدأت تكتب ان هي احسن من كذا وكذا وكذا زي ما شوفنا فيه بموقع كتيرة تلعت قاتلك ان هي اقوى مش هاتجي بيتيف فيه كذا وكذا وكذا فما نقدرش نحق لهم ثقة لان هما في المنافسة طيب تعالنا نشوف مثلا عندنا الاكسيل الاكسيل من الحاجات القوية اللي بنقدر نخزن فيها البيانات والداتا عندنا الاوتوكاد عندنا المايكرو ستيشن طبعا ده كان مشهور الى حد كبير هو منافس للاتوكاد عندنا المتدال ديكسيف تيكلا عندنا ريفت عندنا بلندر بيم بلندر برنامج open source ومجاني حطوا فيه اداة بتخليه يقدر يصدر ليه الاف سي فاعتبرنا من برنامج البيم عندنا البيم تلاتة وستين دلوات بقى اسمه توديس كونتراكشن كلاود عندنا اونلاين كومن داتا انفيرومنت وفي ديكسيل وده برنامج يعني زي النفس ووركس عندنا بيضيف بعد الزمن للمبنى فاتقدر شوف المبنى هو بتبني عندنا جي بيكسيميل ده الفورمات عندنا ال it wo وده بيقدر يضيف لك التكلفة الاكونيكس اللي هو ده برنامج بتقدر ان انت تدير البرنامج بتاعتك حتى لو هي مش توكاد ولا بيم ورد ان انت بتدير البرنامج بتاعتك تمام اهو عندنا ال انريل اللي هو محرك العاب فهنا هو مهتم يعني تقدر تقول ايه لحياة المشاركة بينه هو مهتم بالداتا نفسها هتبقى معمولات زي هنا كتب لك كل حاجة اول البداية بتاعتها كان سنة كام النفس ووركس كان سنة الف سمائة سبعة وتسعين الريفت كان الفين وبعد كده وتدرسك اشترته من شركة اللي بتطوره انشأ ليه الغرض الاساسي لانشاء تقدر import data from format اللي ستوريش بتتخزن بان شكل مشكال هنا مثلا جدول هنا على شكل هيراركي او شكل شجري وهنا data structure هل هي close data ولا ASCII ولا close data هل انت محتاج الانترنت ولا لا دونت نيدز انترنت تقريبا الحب دول مش محتاجين اول ندخل بقى على command data environment هتلاقي لازم يكون عنده انترنت هي دي نقطة تقوى بتاعته تمام زي اتدرسك توتونستين والاين command data environment دول لازم فيهم انترنت الكواليتيوب ذاتا فبيبدأ يجيب لك لما تلاقي لونه اخضر يبقى كده اوكيه لات اللود احمر يبقى تخلي بالك using in chat GPT قريب هيبقى كله اصفر لكن هو حتى الان بشكله فانا هسيب لكم الرابط دوت بحيث ان انتو اي اي برنامج او اي امتداد او اي معلومة تقدروا ان انتو تشوفوها بشكل افضل اشتركوا في القناة